حركة مرورية ناشطة شهدتها شوارع العاصمة عمان منذ صباح أول أيام الشهر الفضيل بعد أن حددت الحكومة ساعات الدوام الرسمي من العاشرة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر في قرار أكدت وزارة العمل أنه لا يشمل القطاع الخاص هذا وتباينت أراء المواطنين حول مواعيد بدء الدوام للقطاعين الحكومي والخاص وأثرها على حالة الطرق لسيما خلال فترة العودة من الدوام مواطنون طالبوا عبر رؤية بإعادة النظر بأوقات الدوام التي أقرتها الحكومة أنا برأيي أنه في خطأ لأنه الصبح حقيقة الموظف مع المواطن العادي مع لهذا كل دفع وحدي بطلع هذا حكي بيأثر فعلا بيأثر أول شيء على الدوام بيأثر على المواطن برهق المواطن والموظف أنه يوصل لمركز عمله وكلها بتطعب مرة واحدة لا والله ما هو منطقي وأصلا يعني بثلت أيام اللي مضت كانت الأزمة يعني بالشوارع خانقة كثير وتمنى يعني ها أنه نرجع للفرد والزوج للأيام هذه بالذات لأنه الشوارع لا تطاق يحتاج تنظيم أكثر لأنه أنه الساعة الثلاثة وهذا كله الأزمة هاي كاملة تأمل أزمة خانقة الغاية من هون يمكن تصل الزرقة فأرجو أني مثلا مؤسسات اللي بتنهي عملها قبل الساعة الثلاثة فخلاص روح ماش أمورك؟ فيش داعي أن تخليل الساعة ثلاثة وتحجز عندك؟ هاي زي ما أنت شايف إنه نصف ساعة تقريبا باللازمة بس ولازم يعني يشوفوا أليه يغيروا نظام الدوام يعني فلان القطاع الخاص يروح مثلا حتى الثلاثة الحكومة حتى الثلاثة يرتبوا الأمور هاي بس بدءا من يوم الأحد المقبل ستنذر وزارة تربية والتعليم المدارس الخاصة التي لا تلتزم بتعميمها حول دوام المدارس في شهر رمضان بحسب ما أفادت مديرة إدارة التعليم الخاص في الوزارة الدكتورة ريمة زريغات وتلقت الوزارة شكاوى من ذوي التلاميذ بحق ثلاثين مدرسة خاصة لم تلتزم بتعميم الدوام بحسب زريغات التي أكدت مخاطبتها جميعا لتصويب أوضاعها والالتزام بساعات الدوام المقررة وأوضحت أن هناك فرقا خاصة لمتابعة المدارس الخاصة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفة منها قد تصل إلى إنذارها وكانت الوزارة حددت دوام المدارس خلال رمضان من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر للمرة الثانية هذا العام رفع البنك المركزي وأسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد المقبل لجنة عمليات السوق المفتوحة قررت أيضا تثبيت أسعار الفائدة على قروض البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية وعددها عشرة قطاعات وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية أذار الفين واربعة وعشرين لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني وقرت اللجنة تثبيت سعر الفائدة عند مستواه الحالي بحده الأقصى 2% على القروض الممنوحة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية ويقدر حجم هذا المسار بـ 700 مليون دينار وكانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام في شباط الماضي لعدم تقيدها بالمعايير الصحية وشرط السلامة العامة في عرض المواد الغذائية أوقفت لجان السلامة العامة في محافظة الزرقاء ومؤسسة الغذاء والدواء 12 منشأة عن العمل اليوم وأنذرت 41 منشأة أخرى مساعد محافظ الزرقاء أحمد الجبور قال لرؤية إن المحافظة اتخذت ترتيبات وإجراءات تنسيقية مع وزارتي الصناعة والتجارة والصحة ومؤسسة الغذاء والدواء لضمان تقيد المنشآت بالمعايير الصحية موضوع مراقبة الأسعار عدم التلاعب بالأسعار في حال كان فيه رفع لهذه الأسعار ويتم تعديل سوق سعرية للسلع التي تم رفع سعرها نحن نعمل رسد أسعار السلع ومؤشراتها وفي حال أي تاجر يزيد على الأسعار أو يحتكر سلع معينة نحن لدينا أجراءات قانونية في ضبطات مخالفات نحررها لأي تاجر يخالف لدينا في القانون على وقع تصريحات أمين عمان الكبرى المهندس يوسف الشوارب حول تركيب كاميرات مراقبة في العاصمة اشترط مواطنون أن تكون دقيقة وبإدارة منصفة بحيث لا يظلم السائقون والمواطنون تركيب كاميرات مراقبة جديدة مشروع تستعد أمانة عمان الكبرى لطرح عطائه نهاية هذا العام كجزء من مشروع عمان مدينة ذكية لتحسين جودة الحياة والبيئة إلى جانب رصد المخالفات المرورية تغذية الراجعة لاستفيد منها بالرصد بهذه المخالفات حتى يتم العمل على تحليل البيانات لمعالجة هذه المظاهر بالشكل الصحيح إن شاء الله مواطنون يؤيدون تركيب الكاميرات لأهمية تطبيق القانون والحد من مخالفات السير والازدحامات المرورية لكنهم يطالبون بعدم رفع قيمة المخالفات وأن تكون الكاميرات ذات رصد دقيق خطوة ممتازة جدا إلى فوائد كثير كثير أولا للحد من حوادث السير اثنين للازدحامات المرورية اللي قاعدين نشوفها اليوكي يعني بشكل يومي شايف كيف هاي كمان بتخف من الازدحامات المرورية زاد الرقابة أكيد حتزيد المخالفات بس إن شاء الله هذا كله صالح المواطن يعني إن شاء الله رب العالمين التزاما يعني عفوا أنا من الناس اللي عامل حادث قبل تقريبا كم يوم مش ضبط سيارة يعني لازم الواحد يكون رائق بالسواقة والله أنا رأيي مع تركيب الكاميرات طبعا إليها أهمية يعني لازم تكشف مية في المية تبين أنه هذا ارتكب هذه المخالفة إيش أكيد لازم تكون دقيقة في هالموضوع أما أنا أصف سيارة وأتفاجأ عليها مخالفة وأنا مش قايم في هذا الموضوع لا بدورهم يشير قانونيون إلى أن تركيب الكاميرات لغايات الرقابة وتنفيذ القوانين جائز في سياق سيادة القانون على الرغم من اتفاق الشارع الأردني على أهمية تنفيذ القانون إلا أن البعض يتخوف من أن تظلم هذه الكاميرات غير المخالفين رامي العيسى رؤيا